نهارده ذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش تعبقاري اللي قدر رغم عمره القصير سيد درويش اللي عمره انتهى وهو عمره 31 سنة بس لكن قدر انه يسيب قطر كبير جدا في الموسيقى العربية ويغير مصارها بشكل غير مسبوع وقدر كمان انه يطور الموسيقى ويحط عليها بقى لمسته كده المميزة تحس انه لمست سيد درويش اللي خلت اسمه فعلا يفضل رمز للتجديد والإبداع بكل تأكيد عزين نعرف تفاصيل اكتر عن حياته وعن مسيرته الفنية معنا النهاردة فيه فقرتنا الكاتب خيري حسن صاحب كتاب سيد درويش المؤلف الحقيقي للنشيد الوطني صباح الخير على حضرتك واهلا بك معنا صباح الخير يا مصار لا يخليك سبحانه منورني يا سيد خير نورك الله طيب في البداية جات لك منين فكرة انك تكتب كتاب عن سيد درويش واستعنت مين عشان تجمع المعلومات اللي الدقيقة الحقيقة أنا يعني السنة الفاتح كان مئوية سيد درويش بمرور مئة عام وفي ظل الاحتفالات دي أنا كنت وأنا بدور على كلامي تقال فلقيت أنه في كتاب عبقري جدا للدكتور محمود أحمد الحفني ده والد الدكتور الرتيب الحفني وده أحد أهم النقاط الموسيقى واللي كتبوا في الموسيقى عبر تاريخها ده بقى أول مصر وعربي سنة 1936 ياخد دكتوراه في الموسيقى من ألمانيا يعني عشان احنا من بدري يعني بس مش عايزين نتكلم لأ نتكلم ونقول حقنا طبع طبع فالدكتور الحفني له كتاب عبقري صدر في الستينات منتصف الستينات اسمه سيد درويش عبقريته وأصر وحياته في الكتاب لقيت أن الدكتور الحفني بيقول حاجة خطيرة جدا بيقول أن سيد درويش مش موسيقى عبقري فقط ولكنه شعر رائع برضه فوقفت أنا عن لحكاية شعر دي بما أني بيحب الشعر يعني بعيد عن موسيقى شوي فلقيته أنه كتب كتب إيه لقيته بيقول أنه كاتب بلادي بلادي لك حبي وفقاتي احنا المتعارف بالنسبة لنا أنه هو الملحق عظيم جدا تمام بعد كده الدكتور محمد عبوهاب أو الأستاذ محمد عبوهاب عملها توزيعا بعد كده لما بقت نشيد وطن وبعدين لقيته كمان بيقول ده هو اللي كتب زروني كل سنة مرة وهو اللي قايل أنا هويت وين هو اللي كاتب أنا هويت حكاية دي لفت نظري فبدأت أبحث أنا بقى في الحكاية لأنه المتعارف عليه مش المتعارف عليه ده بل أنه هو اللي مسجل في الوسائق الرسمية والأوراق الرسمية حتى في المدارس كمان أن مثلا نشيد بلادي بلادي تأليف الشاعر الشيخ محمد يونس القاضي فبقيت أنا يعني في حالة عجيبة جدا عادت أدور بقى بدأت أبحث في الحكاية فلقيت أن في ناس ابتداء يمكن من المنتصف الستينات بتكلمت وكتبت في الملف ده برضو لكن أنا نجحت في النقاء يعني إيه ققت القضية بالدليل المالي القاطع ما فيش كلام بعد إياه وهو أنه استند الشيخ محمد يونس القاضي وهو جيل سيد درويش أصغر منه بثلاثة أربع سنين وشعر جيد الحقيقة بس كان بيكتب زجل أكتر يعني أحسن حاجة كتبها أو من الحاجات اللي كتبها إرخ السطرة اللي فرحنا لحسن جران نتجرحنا وببقى أني بحب الشعر فبدأت أحط الكلام جنب بعضه اللي يكتب ده ما يكتبش ده يعني في ظن أنا موكل شعر بلو كده إيه لقولك اللون بتاعه يعني فاللون بتاع القاضي يونس القاضي مش هو اللون بتاع سيد درويش سيد درويش تلاقي في اللون بتاعه حس وطني يعني جاي من النيل جاي من الأرض جاي من حتة تانية خالص من اختلاته بالطبقات المختلفة بالضبط كده فقالك السند الشيخ محمد يونس القاضي إلى تسجيل هذه الكلمات باسمه في المحكمة المختلطة سنة 1923 من حيث المبدأ ما فيش مصري يروح المحكمة المختلطة إلا إذا هذا يكون فيه نزاع ما بينه بين واحد أجنبي تمام عشان كده سموها مختلطة طيب لو أنت سيد درويش مصري وانت مصري طيب أنت جاي ليه هنا دي دي حاجة حاجة تانية الكلمات في الوثيقة المستند إليها يقول لك مصريا ست البلاد وهي ما فيش مصريا أم البلاد ألي واحد اثنين يقول لك مصريا أنت أحلى وطن أفديك وادفن في الكفن وادفع روحي لكتمن كل ده برضو كلام بالنسبة لي يعني يعني هو عدل في تعديل واضح قدامي الأخطر بقى في الموضوع اللي أنا الحياة اكتشفته وقضيت على القضية من أساسها أنه بيقول أنه ذهب إلى المحكمة المختلطة في تاريخ بالتاريخ خرر ذلك في 26 يناير سنة 1923 وأراد بذلك أن يقول أن هذا حدث على حياة سيد درويش اللي مات في 15 سبتمبر 1923 فعايز يقول لك أن أنا سجلته وعايش ده برضو لفت نظري فقعدت أنا بقى يعني إيه في حالة الأول رحت لدر الكتب والوسائق جبت وسائق من سنة 25 تثبت أنه منشور في مجلة اسمها تياتر المصورة سنة 1925 في الزكرة التانية لوفاة سيد درويش المجلة نشر أبيهات الشعر والنقطة الموسيقية تأليف وتلحين الشيخ الراحم سيد درويش دي وثيقة لا كلام قبلها ولا بعدها عظيم مجلة السياسة اللي كان رئيس تحريرها الدكتور محمد حسين هيكل غير الأستاذ هيكل نشر إعلان قبل ما يموت سيد درويش بربح شهور بتقول أن الشيخ سيد درويش هيغني في تياتره كان فيها حاجات زي ما اسمها تياتر والليها المسارح والحاجات دي أنشودة كانوا بسمينها أنشودة مصطفى كامل لأنه استوحى كلمة بلادي بلادي لك حب وفهادي من خطبات كان بيلقيها مصطفى كامل في اسكندرية في الغالب يعني لقت هو دي وهو معتاد أساسا سيد درويش على أنه حتى لحن السقائين يجبوا من سقة ماشي في الشارع حتى الناس اللي بتبني يعني هو كان بيلقط من الشارع يلقط من المواطن العادي ويعمل اللحن بتاعه أو يعمل الكلمات بتاعه فلقيت فيه أنه 23 26 يناير سنة 1923 طلع يوم جمعة فأنت عيسوا أقول لي أن المحكمة فتحت لك يوم جمعة فأخذت الورقة الوثيقة دي اللي أنا بسميها ورقة مش وثيقة ورحت دار اللي رحت إلى وزارة العدل إلى مركز الدراسات القضائية في العباسية ده قالت إليه كل القضايا الشهير اللي كانت تتبع محاكمة مختلطة محاكمة مختلطة أغلقت في مصر سنة 1945 فروحت هناك عشان أسأل عن هذه القضايا مبدئا السيد المستشار قال لي أولا دي اليوم كنتم بقى وصيق لا فيها رقم صادر ولا رقم وارد ولا ختم ولا أي حاجة تثبت أنه وصيق طيب ندور إحنا بقى على أي حاجة باسم سيد درويش أو أي حاجة باسم محمد يونس القاضي في القضايا التي قالت إلى وزارة العدل من المحاكمة المختلطة لا شيء خدت بعضي وجيت رايح على دار على رمسيس شهر العقاري قيل برضو ونشر في بعض الكتب وده برضو تزوير للتاريخ أنه تم تسجيل هذا في الشهر العقاري في رمسيس خدت الوصيقة أو الوراء ورحت على هناك فالسيد برضو المسؤول قال لي أولا دي مسجلة في 26 يناير 1923 الشهر العقاري أنشئ بقرار من الملك فاروق 119 سنة 1948 يبقى فين لا كانش فيه أصلا فمن هنا كل دي دعايات تماما إذن من المفترض بعد مرور 100 سنة على وفاة سيد درويش أو 100 سنة كمان 101 أن يعاد هذا الحق ويتم تعديل هذا الوضع لأنه مش فكرة أنه شعر بس ولا أغنية بس ده في صميم إحنا بنقى في الصبح في المدرسة الأطفال بكرة الصبح تروح المدرسة فتقف تهتف بلادي بلادي لك حب يا فؤادي ليس من العقل ولا من المنطق ولا من العدل أن يكون هذا من تأليف سيد درويش وينسب إلى شعر آخر لأنه قام بعملية تزوير فاضحة في زمن معين سنة 1968 والعلم يا سيد محمد أن في جمعية المؤلفين الملحنين اللي بتستند لها كل المصادر الأغنية الوحيدة اللي بتسجله مرتين مرة سنة 1968 ومرة سنة 1975 أو 76 بعدما علمت الأسرة أنه هيبقى ده النشيد الوطني فلو ده هيبقى النشيد الوطني رحوا سجله رحوا عدله وخدوا الكلام الأصلي بقى بتاع سيد درويش إذن سجلت المرة الأولانية بالكلام اللي هو مصر أنت أعلى تمن ومش عارف نتفيك بالتمن ومش عارف أي حاجة فيها أمن واخد بالك وتسجلت سنة 68 عمل تمهيد هو ينرس القاضي الحقيقة سنة 67 رح لمحسن الخياط ده شعر كبير وصحفي مهم جدا في الجمهورية وأنا جبتنا الحوار ده ونشر حوار عنوانه بلادي بلادي مع الأستاذ محسن الخياط في الجمهورية سنة 1967 قال فيه أنا صاحب كلمات بلادي بلادي وتب أنت صاحبها ليه قال لأن ابن سيد درويش محمد البحر لا رحمه بيقول لها كلمات والدي وبديح خيري كان بيقول لها كلماتي فان رح تسجلتها فسألوا محسن الخياط سجلتها بناءنا على إيه يا شيخ قاضي قال له بناءنا على هذه الوثيقة اللي سجلتها في المحكمة المختلطة اللي كانت أجازة وكان يمجمع بس خلاص نصفنا احنا الموضوع من باب نصفت القضية من باب دورنا وعرفنا نوسق الحاجات الغير موسقة اللي كانت بيتم استخدامها كوسائق ده اللي نقدر نقوله حصل فيه الكتاب الفكرة بقى بتاعة توسيق شغل سيد درويش احنا دلوقتي نسفنا الأقويل اللي كانت بتوحك أو اللي كانت بتتقال علشان نبقى مختلفين على بعض من أشغاله الشغله بقى اللي اتعمل ازاي احنا إذننا نحاول نعمل حاجة لتوسيقه هل في جهود بتتعمل هل في حاجة يعني مقاوية سيد درويش اعتقد انه كان لازم يحصل فيه نوع من أنواع توسيق لأعماله سواء الشعرية أو الحين هو بص حضرتك هو سيد درويش حتى عام 1952 بعد يوليو كان ممنوع أساسا حتى يجيب سيرته من الطلاب أو في المعاهد التعليم الموسيقى أو ندوات أو كتب أو جرائد حتى قيام يوليو جاء رئيس جمال عبد النصر في 1954 فبعت رسالة وخطاب لأسرة سيد درويش بيقولهم فيها يعني بيشيد بدور الوطني مع الحركة الوطنية في صور 19 لكن عشان يقولوا الاشتراكية وعشان وجودوا في الحزب الاشتراكي ولا يتذكر عشان لا عشان صور 19 الاحتلال الإنجليزي وقتها فبدأت من سنة 1954 تخيلي بقى حضرتك أنه سيد درويش مات 1923 لم يصدر عنه كتاب واحد هذا الرجل الذي عمل انقلاب في الموسيقى في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط كمان مات 1923 لم يصدر عنه كتاب واحد إلا سنة 1954 وبعد كده توالت الكتب فيه بقى جريمة تانية أنا الحقيقة رصدها في الكتاب برضو وهي أنه حتى عام 1961 ده بحكم محكمة أو بخطاب وجها رسميا من اتحاد الازعاء والتلفزيون إلى محكمة السنة في القاهرة سنة 1975 قال لهذا الخطاب من اتحاد الازعاء والتلفزيون في ذلك الوقت أنه حتى بناء على خطاب جاي من جامعية المؤلفين وملحنين النساء الدرويش حتى عام 1961 لا يوجد شيء باسمه لموسيقى ولا شعر في جامعية المؤلفين وملحنين ده جريمة تانية خالص طب أين كان بقى كل الناس اللي كانوا في ذلك العصر من فنانين وموسقيين وكتاب وشعراء حتى وصحفيين بمئن صحفي يعني وكتاب إزاي تطرق ذلك وده معناه إيه بقى سيد محمد معناه أنه أصبح مباحا ومستباحا أنت خد اللي أنت عايزه شعر خده خلاص يونس القاضي الشعر يونس القاضي خد 11 مقطوعة غنائية لأنه أصو كمان سيد درويش وإنت كتب شعر سيد درويش عشان فنان شامل هو أساساً لما رجع من رحلة الشام سنة 1914 فتعرف على فتاة أو امرأة فيسكندرية حبها كانت اسمها جليلة ملهمة الشعراء والفنانين كده ده وارد يعني فكتب فيها أول ما كتب ياللي أوامك يعجبني ودي اللي كتبها الدكتور الحفني في الكتاب بتاعه وبعض المصادر الأخرى أنا قريت حوالي عشرين مصدر من أول 1954 عشان نطلع بالكتاب الصغير ده اللي هو في الآخر أنا كسفت كل المعلومات هنا يعني الداية اللي ولدت وجبتها اسمها عشان برضو أصداد تاريخ طبعا اسمي صاحب الكتاب ما هو طفل عنده خمس سيدين أبو أدال الكتاب فلما راح الكتاب اسمه صاحب الكتاب إيه ما هو مش كتاب كده وخلاص يعني أنا كان في بلدنا اسمه شيخ خميس فأنا عايز صاحب اسم الكتاب يبقى إيه فجبته في الكتاب فحبي توصق كل المعلومات في أضيك وفي أقل الكلمات عشان ما تهش القضايا يعني هو لما رجع بقى من الشام رحلة الشام فتعرف في اسكندرية على هذه الفتاة فحبها فكتب فيها الشعر ده يلي أوامك يعجبني ومن هنا بدأ بعد كده بقى كتب يزعل معها يكتب شعر تسيبه وتروح لواحد تاني يكتب شعر يكتب ويلحن حتى أنه مرة كتب أغنية اسمها جليلة موروكب كان يعني ده وصفها في اسكندرية دي كانت ترند اسكندرية بمصالح الأيام دي قالبت الدنيا هنا حتى دي كمان محمد يونس القاضي يقول ايه بقى في تصريحات متضربة ليه يعني يقول في تصريح مثلا سنة حاجة وخمسين في صباح الخير في الإزاع والتلفزيون حاجة كانت اسمها الإزاع الأول مش الإزاع والتلفزيون ثم يروح لآخر ساعة يقول حاجة تانية ثم يروح وهكذا فبقيت يجيب التصريحات قال قابلته في مسرح يعني كل التصريحات متضربة بما أن أنت أساسا ما فيش حقيقة فأنت بتقول حاجة وتنساها هل كان السبب في ده أنه هو سيد درويش أول ما بدأ يكتب كان خايف يواجه الناس شوية في البداية بكتاباته فما كانش بيقول إن دي كتاباتي مثلا فده اللي طمع بعض الناس فيه إن هما ينسبوا كتاباته لنفسهم لا هو سيد درويش في التوقيت ده أساسا ما كانش يشغل حكاية الكتابة ده رجل في علام تاني يعني هو كان بيكتب اللحن ويكتب الكلام ويلحن ويعمل كل الكلام ده وهو الحكاية مش في دماغه أساسا فهو سيد درويش وبعدين وقتا ما كانش في حكاية بقى أنه حد بيسجل أو يعمل الكلام ده كله ما كانش موجود فبالتالي هو ما كانش يشغل الموضوع أساسا طيب تمهيد الكتاب أكيد في البداية أنت تطرقت زي ما أنت قلت الوقت كنت بشوف كان بيروح لمين شيخ مين اللي كان بيحفظه القرآن الكتاب بتاعه فعايزين نتكلم عن طفولته شوي والحاجات اللي أثرت كمان في شخصيته الفنية طفولة هو ابن أسرة بسيطة جدا أبوها عنده دكان بسيط في كوم الدكة في سكندرية ثم مات والده مبكرا وهو طفله وكان بيروح ودي الكتاب بدأ ودي الكتاب هو لما كان ودي الكتاب كان برضو هو حكاية أنه روح ويحفظ القرآن وكان متمرد ويضع وما يعجبوش بالضبط فهو في حتة تانية برضو واخلنا الحضرتك فبدأ يقلد يلاقي الإنشاد الديني وقتها هو اللي كان يعني رائق في ذلك التوقيت حتى وهو طفل نفسه كان يجيب فصل بتاع البرطقان ديت وحطها في الشارع ويقف يغني وينشد ويجيب الأطفال زميله وبدل ما يروحوا الكتاب يقعدوا جنبه ويسمعوه ويغنوله يعمل مصرح في الشارع ثم توفوا والده والدته ست ملوك تولت عملية الاستكمال ولكن متمرد جواه طول الوقت حتى الأستاذ بديح خير يقول أنه هو كان يعني لا يستقر في حال ولا على أي وضع لا زهنا ده مرة في مذكرات ناجيب الرحاني بيقول لما جاي اشتغل معنا في 1910 بقى يعني لما جاي اشتغل معنا ففي لحنة بتاع السقيين ده هو غاب بقى له 3-4 احتيام ومش جاي مجايش وإحنا عايزنا نطلع بالمصرحية فبعت له حد يشوفه فقال له ما فيش لحنة مش جاي يعني أنا قاعد بقى لي 3-3 ايام اللحنة ما جايش يعني وهم بيدردشوا وهم بيدردشوا ففيه واحد سقا زمان كان فيه سقا يشيل القربة يعني كده على كده وهو ماشي في الشارع فبينادي وبيقول يعني خد منه وعمل اللحنة ورجع به يمهون يمهون مثلا فهو كان يعني حالة مختلفة أساسا في المزيكة وفي الإبداع عموما يعني وبعدين بدأت والدته تحاول تسيطر عليه مش عارفة يعني هتسيطر يعني ده خارج وانجوز بدري وسنه 16 سنة سافر في أول رحلة لي إلى مع فرق تعطالة إلى الشام ودي والشام برضو كان فيها موسيقى تراصية عظيمة في ذلك التوقيت الرحلة ما كانش موفاء قوي لأنه رجعوا بعد 8 شهور وفي بعض المصادر قالت أنه أرسل برقية الرحلة العودة لأنه ما فيش فروس ويتجوز وخلف ولد محمد ثم خلف ولد اسمه أحمد مات بعد ثلاث شهور أحمد ثم بعد كده وكان سنه 16 سنة فبدأ بقى يسيبه موسيقى شوية كان ساب المعهد أساسا يعني فيه بعض المستندات أنا جبتها من بعض المصادر يعني اللي هو المعهد بيفصله على ذكر المصادر والوثائق إحنا جبنا دلوقتي ممكن نعرض مع بعض على الشاشة الوثيقة الحالة كنت تتكلم فيها عن توثيق الكلمات الخطيرة اللي حسمت وقتلت القضية هي دي تماما لأنه هي لما يقولك إيه واحد المحكمة المختلطة هي مفيش أي حاجة لها علاقة بالمحاكمة المختلطة خالص يعني أتنين تحت خالص أقولك حر رزالك في 1923 اليوم يطلع جمعة ده اللي بقى اللي أنا اكتشافته بصراحة 26 يناير بالضبط كده ورده هو هنا عايز يقول إيه وحطت صورته ولو حتى للسادة المشاهدين يعني أنا ما بقى روح محكمة لازم بقى فيه رقم صادر رقم وارد ختم محكمة اللوجو أو الختمة بتاع المحكمة من قال أن هذه وثيقة طيب دي بقى دي مجالة مجالة ياتلو سنة 1925 نشر النوطة الموسيقية فوقه والكلمات بتاع بلادي اللي هو النشيد بتاعنا بقى اللي احنا بنهتب بيه بلادي وكاد بفوق بناء على طلب القراء نعيد على السادة القراء انشودت مصطفى كامل كلمات بلادي بلادي لك حبي وفؤدي تأليف وتلحين سيد درويش هذه هي وثيقة اللي يجيلي قبل ده بيوم يبقى هو اللي ألفها لا شيء في جميع المصادر باسم محمد يونس القادر ولذلك هذا وضع خطأ يجب تعديله لأن ده بيمس حاجة من ضمن أهم الأشياء مفيش بعد النشيد الوطن ده احنا بنقف يعني نرتبك وإحنا بنقول بلادي بلادي صحيح طيب في طابور المدرسة في أي احتفالية ده النشيد الوطن ده بقى جمهورية سنة 1967 لما يونس القاضي حاب بقى يمهد لأنه يروح ليسجله هو ريلر ازاي قدر يسجل في جامعية المؤلفين الملحنين لأنه هو أول رقيب جاء إلى ما يسمى بجامعية المؤلفين الملحنين فهو هنا مع الأستاذ مرسل الخياط الله أرحمه وده كاتب وشعر عظيم يعني صاحب عظيم عمل حوار معاه قالوا فيها إن أنا سجلتها مستنداً على هذه الوثيقة المزورة يعني ده كلامه هو طيب هو إزاي رح سجله أستاذ محمد بقى في جامعية المؤلفين الملحنين أصلاً سنة 1927 الدولة المصرية لقت وزارة الداخلية وقتها إن الأغاني بدأت بأغاني هلس زيادة على زوجه فسيد رئيس الموزراء وقتها محمد محمود باشا قرر يعمل رقابة على الأغاني وفجاب مين بقى بلدياته اللي هو مين محمد يونس القاضي والدكتورة نعمية أحمد فؤاد في كتاب لها عظيم اسمه عصر من الفن قدعنا مكلسوم مكلسوم وعصر من الفن بتقول إنه من اللطيف ومن الزريف ومن المضحك إنه لما يجيبوا الرقيب أو اللي هيبقى رقيب على الأغاني جابوا أساساً اللي عامل أغاني الهالسة أصلاً اللي هو محمد يونس القاضي اللي هي أغاني إرخي السطرة اللي في راحنا راح سنجرنا تجرحنا يعني وعلى فكرة هو أعدم أغاني كتيرة ليه يعني يعني أغاني كتيرة هي طبعاً قياسة ببعض اللي احنا بنسمعه دلوقتي هتبقى أغاني كويسة بس احنا بتكلم على العصر صحيح في التوقيت نفسه صحيح فهو قاعد حوالي عشر سنين الرقيب على الأغاني وبالتالي هو لما راح سنة التمانية وستين فأي موظف في الجامعية ده الرقيب بتاعنا مش كبه فلازم أنا جبت لي في المحكمة يلا يا عمي من المطلوب من جامعية المولفين ومولحنين حفاظاً على المصدقية بقى إن هي تعمل تساهم مع وزارة الثقافة وتعمل لجنة مشكلة من أكاديمية الفنون من معهد الموسيقى العربية من أساز التاريخ من أسازة وسائق ومكتبات تتعمل لجنة تتبع وزارة الثقافة تقول يا جماعة النشيد ده بتعمين سيد درويش نرفع قضية تترفع قضية في المحكمة وده وارد وحصل قبل كده بيروح للسيد المستشار بيشوف الوسائق وبيشوف اللي قدامه من الحقائق بعدين يحكم إلى سيد درويش يتشال اسم يونس القاضي وتحط سيد درويش تأليفاً وتلحين بس يعملها سهلة جداً ويظل في النهاية صاحب بصمة مختلفة أدخل آلات الأوركستر الغربية على الموسيقى العربية صاحب بصمة مختلفة ويمكن دائماً بيقال عنه أنه هو تخطى فكرة أنه هو شاعر أو ملحن إلى مؤرخ لأنه كان بيوثق كل حاجة بيشوفها وزي ما قلنا برضو في البداية فنان الشعب لأنه عايش مع الشعب احتك بكل طبقات الكديحة وكان بياخد من الناس ويقول وده السر في أن كلماته وألحانه طبعاً على مجهود حضرتك في البحث والتقصي للوصول إلى الحقيقة بنشكر حضرتك الكاتب خيري حسن صاحب كتاب سيد درويش المؤلف الحقيقي للنشيد الوطن نورتنا وشرفتنا وسعيدنا بوجودك معنا نورتنا شكراً لوجودك شكراً لوجودك